إن الله وعليكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآجم لبار الوراء هذه الليلة ليلة ولادة الإمام المهدي المنتظر لبار الوراء طفلا سجدت وطالما طلت لسامي عزه سجنة الشكرية وكلمت حملا أمك الطهر نرجسا وعربت عن علم المريب والسخي اللهم صل على محمد وآجم تقول حكيم ابنة الإمام الجواد عمة الإمام الحسن العسكري كنت عنده ليلة النصف من شعبان فلما صار قبيل الغروب أردت الذهاب إلى منزلي قال لا يا عم تبيتين عندنا هذه الليلة فإنها الليلة التي يولت فيها المولود المبارك على الله قلت ممن قال من نرجس قمت إليها فقلبتها ظهرا لباطن فلم أجد فيها من أثر الحمل شيئا عدت إليه وأخبرته بذلك فقال عم ضعف يقينك بالله وبنا أهل البيت عم إنه منها لا من غيرها ولا يظهر أثر هذا المولود إلا عند ولادته تقول فبقيت راقمها تلك الليلة حتى إذا طلع الفجر قامت وأدت وردها وصلاتها وإذا بها قد أخذها الوجع فقلت اسم الله عليك فناداني الإمام من مكانه يا عم اقرأي عليها سورة إنا أنزلناه فجعلت أقرأ عليها سورة إنا أنزلناه وإذا بالجني من بطن أمه يقرأ معي كما أقرأ أنا اللهم صل على ما كانت ساعة وإذا بنرجس ويبت عني وصار بيني وبينها حجاب ثم ارتفع ذلك الحجاب وإذا أرأ بحجة الله ساجد على الأرض يبلغها بمساجده ثم جعلا يعد لئمة واحدا بعد واحد بعد الشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وجعل يعد الأئمة واحدا بعد واحد إلى أن بلغ إلى نفسه قال اللهم انجزني وعدي وأتممني يا مري واملأ بي الأرض قصطا وعدلا بعدما مليت ظلما وجورا وكان مكتوب على ذراعه لايما وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وبين منكبه مكتوب جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا فناداني الإمام عم ناوليني ولدي فناولت الإمام سلام الله عليه فأجرى معه السنة أذن في أذنه يمنى وأقام باليسرى وحنكه بريقه نبارك لكم أيها المؤمنون بولادة هذا الإمام العظيم الذي يترقب العالم ظهورا ليملأ العالم ظهورا ليملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما مليت ظلما وجورا نعم أيها المؤمنون هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان وهي من الليالي العظيمة مضافا لأنها تشرفت بولادة مهدي آل محمد أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولكن هذه الليلة من الليالي المفضلة التي فضلها يأتي بعد ليلة القادر والتي يقول عنها الإمام الصادق عليه أرضل الصلاة والسلام هي أرضل الليالي بعد ليلة القادر فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها فإنها ليلة آل الله على نفسه أن لا يرد سائلا فيها ما لم يسأل الله المعصية وإنها الليلة التي جعلت لنا أهل البيت بأزائما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله فعلينا أيها المؤمنون أن نجتهد في الدعاء والتوجه والخضوع إلى الله عز وجل في هذه الليلة وفي هذه الليلة مجموعة أعمال يفغغ نفسه الإنسان ساعة ولعلك جل الأعمال لا تتجاوز الساعتين بل لا تبلغها يفتفغغ هذه الليلة ليلة النصف من شعبان وهي ليلة الدعاء تضرع خشوع إلى الله عز وجل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مثل هذه الليلة يحييها بالعبادة بين قائم وقاعد وراكع وساجد يخاطب بعض زوجاته أما تعلمين أي ليلة هذه هي ليلة النصف من شعبان فيها تقسم الأرزاق وفيها تكتب الآجال وفيها يكتب وفد الحاج وإن الله تعالى ليرفر في هذه الليلة من خلقه أكثر من شعر معزى قبيلة كليب أو كلب مثل معروف ذلك الوقت وينزل الله ملائكته من السماء إلى الأرض بمكة فعلينا أيها المؤمنون أن نجتهد بالدعاء والصلوات والاستغفار وتلاوة القرآن وقراءة دعاء كميل وغيرها من الأدعية المأثورة في هذه الليلة من الدعوات المأثورة في هذه الليلة دعاء اللهم بحق ليلتنا هذه هو دعاء وزيارة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها الذي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا فيها دعاء ثاني اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم علمه الإمام الصادق سلام الله عليه لأحد أصحابه أن يقرأه ليلة النصف والشعبان الدعاء الذي كان يقرأه النبي هذه الليلة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك دعاء آخر يا من إليه ملجأ العباد في المهمات وإليه يفزع الخلق في الملبات دعاء خامس إلهي تعرض لك في هذا الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون هذه بعض الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يقرأها في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان إلى جانب ما ذكرناه من الغسل والصلوات والاستغفار ودعاء كميل هذه الدعوات وغيرها من الأعمال الواردة في تلك الليلة وأهم تلك الأعمال زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الزيارة التي ورد فيها الخبر عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام زين العابدين وعن الإمام الصادق قال من أحب أن يصافحه مئة وأربع وعشرون ألف نبي مئة ألف نبي وأربع وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ليلة النصف من شعبان فإن الملائكة وأرواح النبيين يستأذنون الله عز وجل في زيارته فيؤذن لهم فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه ومنهم خمس أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين فإذا هذه الزيارة من الزيارات المخصوصة وهي أفضل زيارة للإمام الحسين من بين الزيارات عدنا زيارة عرفة عدنا زيارة عاشوراء عدنا زيارة الأربعين عدنا زيارة أول رجب عدنا زيارة نصف رجب عدنا زيارة الحسين ليالي القدر وعدنا زيارة ليلة النصف من شعبان فأفضل هذه الزيارات هي زيارة الإمام الحسين ليلة النصف من شعبان طبق ما ورد في فضلها عن إمامين معصومين بأن الذي يحب أن يصافه 124 ألف نبي فليزر الحسين ليلة النصف من شعبان الآن إذا لم يتأسر للإنسان الذهاب إلى ذلك المكان المقدس إلى كربلا هل هناك وسيلة يمكن الحصول على هذا الآجر يمكن الحصول على هذا الثواب نعم أيضا ما ورد عن بعض المعصومين لسدير ابن حنان يقول هذا كان في الكوفة وعلى مقربة أو في البصر كان على مقربة من قبر الحسين يسأله الإمام سلام الله عليه هل تزور جدي الحسين في كل ليلة الجمعة قال لا يا ابن رسول الله لي كل شهر كل شهرين كلما سأل قال لا يا ابن رسول الله فقال ما أجفاكم بجدي الحسين قلت له سيدي مولاي موجفا نحن نحب أن نزور الحسين سلام الله عليه في كل يوم ولكن الأعداء محيطين بنا نخشى إذاءهم لنا قال إذن كذا كان الأمر كذلك مضمون كلام الإمام فإذا اشتقت إلى زيارة الحسين فاغتسل والبس أنظف ثيابك وقف على نزج من الأرض مكان مرتفع وحول وجهك إلى جهة كربلا وقل السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته فنحن أيها المؤمنون إذا لم يتسن لنا ولم يتيسر لنا الذهاب إلى زيارة قبر الحسين فبإمكاننا أن نزوره على بعد من أماكننا هذا الذي مثلا في سويد هذا الذي مثلا في الدنمار ذاك الذي في لندن ذاك في باريس في مختلف أنحاء العالم يستطيع أن يتوجه إلى جهة كربلا أو يتوجه إلى جهة الكعبة القبلة ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته تقبل زيارته كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه فاسعوا واجتهدوا إلى زيارة أبي عبد الله ولو بهذا المقدار إذا أمكن هي الزيارة المخصوصة الواردة يزور الإمام الحسين الإنسان الإمام الحسين فبها وإذا ماكو هذا المقدار الذي يقول عننا الإمام يكفي هذه من أهم الأعمال ليلة النصف من شعبان إلى جانب ما ذكرناه من الأدعية إلى جانب هذا أن يتفرغ الإنسان في هذه الليلة أيضا للدعاء هذه ليلة الدعاء ليلة الاستغفار ليلة التضرع ليلة الخشوع هي الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بعد فضل ليلة القدر تأتي هذه الليلة في فضلها تقسم فيها الأغزاب تكتب فيها الأجال يكتب وبد الحاج إلى ما هناك تسألون من الله عز وجل لكن بشرط اسألوا الله عز وجل بقلوب طاهرة وبنيات صادقة كما يقول النبي صلى الله عليه وآله فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة نسأل من الله عز وجل بقلب طاهر بنية خالصة أن يكشف ما بنا من هم وغم أن يكشف عنا هذا الوباء وهذا البلاء الذي أحاط بالكرة الأرضية وأن يحفظ لنا المؤمنين أينما كانوا أن يحفظ لنا مقدساتنا مراقدنا يحفظ لنا مراجعنا علماءنا حوزاتنا العلمية المؤمنين يدعو الإنسان هذه الليلة هذا أهم دعاء أيها المؤمنون أيها المؤمنات أهم دعاء أن ندعو إلى أبنائنا أن يثبتهم الله على ولاية أمير المؤمنين يثبتهم على الإيمان على العقيدة التي نشأنا عليها التي ولدنا عليها مثل ما أنك تهتم إلى طعام أولادك إلى شرابهم إلى لباسهم إلى مدرستهم إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لهم كذلك أيها المؤمنون اهتموا إلى تربية أبنائكم تربية الأبناء ينبغي أن نهتم لها فإننا مسؤولون عنها يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون صحيح أنتم اللي يعايشين في الغارب فرضت عليكم الظروف هناك بقيتهم لكن أولادكم ينبغي أن تحرسوا على هويتهم الثقافية على عقيدتهم الإسلامية على إيمانهم مثل ما آبائنا وأمهاتنا حرصوا علينا على العقيدة وصلوه إنا بأمانة كذلك علينا أن نحرص على إيصال هذه العقيدة تعلم الإبنك تعلم الإبنك أصول الدين فروع الدين الواجبات حب أهل البيت بين مدة ومدة وإذا تعرض للمشاهد المقدسة حرم الإمام أمير المؤمنين حرم أبي عبد الله الحسين حرم الإمام غضا مكة المدينة حتى تقوى شخصية هذا الطفل يتصور أن هناك قاعد من الموالين لأهل البيت هالمجموعة هذه فيها المنطقة وفيها الولاية أو فيها المكان لا أرهم هذه المناظر حتى يعرفوا ما هي مكانتهم كم هو عدد الموالين الذي يرحون إلى زيارة أبي عبد الله الحسين أطلعوهم على هذه الأفلام حتى تتقوى شخصيتهم تغتربيت هؤلاء بغقابنا أيها الآباء أيها الأمهات سنحاسب ونسأل يوم القيامة عن ذلك مثل ما تهتم إلى درسه درجاته يطلع متفوق في المدرسة في الجامعة طعامه صحته الأمور اللازمة التي ترتبط به من التلقيحات وغيرها جد نهتم إلى ذلك كذلك أن نهتم إلى عقيدته إلى دينه فإذن أيها المؤمنون حافظوا على عقيدة أبنائكم وإيمانهم وقووا ارتباطهم بأهل البيت من خلال ذكر فضاء الأهل البيت من خلال ذكر مناقب أهل البيت من خلال ذكر سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى تتقوى علاقتهم بأهل البيت بالإسلام وهذه مسؤولية كبرى علينا فإذن من الأدعية التي ندعو بها ليلة النصف من شعبان أولا يثبتنا الله عز وجل على الإيمان والولاية وأن ندعو إلى أبنائنا أن يثبتهم على عقيدتهم وإيمانهم أن ندعو إلى المؤمنين أينما كانوا ندعو لهم بالسلامة ندعو لهم بالصحة ندعو لهم بزيادة الإيمان ندعو لهم بأن يدفع البلاء الله يدفع الله البلاء عنهم أولئك المرضى ندعو لهم بالشفاء إخواني وعزائي وإذا أردتم الدعاء أولا فصلوا على محمد وآل محمد قبل لا يدعو الإنسان يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا دعاء وهو دعاء اللهم صلي على محمد وآل محمد أن يرفع شأن آل محمد ودعاء في الآخر بعد ما يخلص أدعيته هذا هم أيضا دعاء لرفع شأن آل محمد ومقام وإن كان الله قد رفع شأنهم ثم من بعد ذلك هذان الدعاء الأول والأخير مقبولان الله يقبلهما بعد هذه الصلاة الأولى يدعو الإنسان للمؤمنين الآخرين لكشف كروب المؤمنين هم مشاكل المؤمنين تدعو لوالديك بالرحمة ومغفرة وغذوان وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا تدعو مثلا لجيرانك للمؤمنين لأرحامك تدعو لمن سألك الدعاء تدعو لهم أول تدعو للآخرين ثم يدعو الإنسان لنفسه جاء في الخبر بأنه إنسان إذا دعى لأخيه المؤمن الله عز وجل يستجيب دعاءه في حق أخيه المؤمن ثم يدعو لنفسه فلما يستجيب الله عز وجل دعاءه في حق أخيه الله عز وجل ساحت واسعة بالرحمة ولذا أنت تقرأ في دعاك ميل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك وبقوتك التي قهرتك بها كل شيء رحمة الله عز وجل وسعت البر والفاجر وسعت الأرض وسعت السماوات وسعت البحار رحمة الله عز وجل واسعة فالله عز وجل ليس في ساحته بخل وليس في ساحته قنوط وإنما بسم الله الرحمن الرحيم فإدعوا أولا لإخوانكم للمؤمنين لآباكم وإمهاتكم من كان أبواه غادر هذه الحياة ووفد على رب كريم اذكروهم هذه الليلة بصلاة بركعتين صلاة بزيارة بتسبيحة الزهران بسورة قرآن بزيارة الإمام الحسين أو غير من الأعمال ولو شيء يسير فهؤلاء هم بحاجة لأن الأولاد خصوصا أن دائما يذكروا آباءهم وأمه إذا كانوا على قيد الحياة يبرون بهم يحضنون إليهم وإذا غادر هذه الدنيا فعن ذلك ندعو لهم بالمغفرة والرحمة نوصل إليهم الخيرات من خلال طعام طعام من خلال صلاة من خلال تلاوة قرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ندعو أيضا لأنفسنا بأن الله عز وجل يحفظنا من كل سوء يحفظنا من هذا الوباء اسألوا من الله عز وجل صحيح الآن جايبين هالواكسن هذا وجايبين هالتلقيح جايبين يلقحون الناس مولانا من أنت ولا نعلم نتائج هذا التلقيح ما هي على كل مأمورين نحن شرعا إذا كان شيء الذي فيه وقاية للإنسان من هذه الأمر يقوم به لكن فوق ذلك إلجأوا إلى الجانب الروحي هذا الجانب المادي هذا الجانب الحسي أما الجانب الروحي هو الدعاء والدعاء هو مخ العبادة الإنسان يدعو من الله عز وجل وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني واسألوا من فضله ورحمته فإن رحمته وسعد غضبه أيها المؤمنون اسألوا الله عز وجل في هذه الليلة جميع ما تحتاجون إليه كما يقول الإمام بشرط أن لا تكون معصية بشرط أن الله عز وجل يزيد إيمانك ويزيد في إيمان أبنائك توثق إعلاقتك بأهل البيت من خلال هل وسائل موين كان في هذه السنة حرم الناس من المحسينيات ومن المراكز لكن الحمد لله برامج موجودة على الزوم يومية قال بالمناسبات قال غعينا في محرم نقلت في غيرها على كل ما انقطعت هذه الوسيلة الاغتباط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قووا عقيدتكم وعقيدة أبنائكم بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أدبوا أبنائكم على ثلاث على حب نبيكم وحب أهل بيته وعلموهم القرآن ليكون يقول الفرد والله أنا بعد جيت هنا وانقص مصارت وابقيت وكذا وإلى أقيري وأهم الأبنائي أهم الأولادي أهم النفسي لا نغتغ بالزخار في الدنيا وزبارجها بل نهتم بعقيدتنا وإيماننا كما نهتم لسكننا ولطعامنا ولشرابنا ولباسنا وعلاقتنا مع الآخرين كذلك نهتم إلى عقيدتنا وإيماننا وارتباطنا بالله عز وجل وارتباطنا بالنبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين فإنهم هؤلاء الوسيلة إلى الله عز وجل هؤلاء الشفعى إلى الله عز وجل أوصيكم بكتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلون بعدها أبدا نتمسك بكتاب الله تلاوة القرآن هذا شهر رمضان جاي ننبغي أن نداوم على قراءة القرآن تلاوة القرآن إحيي الإمام أمير المؤمنين يقول للإمام الحسن بني إحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة تلاوة القرآن في شهر رمضان نستفيد من أجواء شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة شهر الطاعة شهر التوجه إلى الله عز وجل نحن وأبنائنا إذا ما كانت هناك مؤسسات حسينيات يجتمع الإنسان مع أولاده بعد مثلا الإفطار بعد ما يفطمون يقرون هذا الدعاء اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم رحمين في موضع العفو ورحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكال هذه الأدعية المباركة في شهر رمضان الأدعية اليومية الأدعية الليلية الأدعية السحر اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي دعاء أبو حمز الثمالي دعاء جوشا كبير غير من الأدعية الإنسان يحيي قلبه لأن هذه القلوب أيها الأحبة أيها المؤمنون تزدى كما يزدى الحديد يا رسول الله هذا المرض ما علاجها قال قراءة القرآن وذكر الموت إلى جانب قراءة القرآن هذه الأدعية الوارد عن العم عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ينبغي لنا بل يجب علينا أن ندعو لتعجيز ظهور قائم آل محمد فإن مشاكلنا وهمومنا وقضايانا كثيرا نجد الظلم المستشري في كل بكان ظلم العباد ظلم هؤلاء المستضعفين الذين يظلمون علانية وجهارا ليس هناك من يدافع عنهم ليس من يحامي عنهم فعلى الأقل هذا أقل الممكن أن الإنسان يدعو بأن الله عز وجل يفرج عنهم يدعو بتعجيل ظهور الإمام اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة هذا الدعاء الإنسان دائما يغدده صباحا ومساءا لعل الله عز وجل يستجيب دعاءنا ويتقبل منا لأنفسنا ولغيرنا ونسألكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان فإنها هي ليلة الدعاء وهي الليلة وضعت لنا كما يقول الإمام الصادق وضعت لنا بأزاء ليلة القدر فاستكثروا من الدعاء واستمطروا رحمة الله عز وجل بهذه الأدعية لأنفسكم ولإخوانكم وللمؤمنين ولدفع هذه البلايا المحيطة بنا من هنا وهناك وذلك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة